وينضم إلينا في الستوديو المحلل السياسي عبدالله الدهمشي سيد عبدالله مساء الخير يعني كما تبعنا الآن في هذه التقارير وهذه المداخلات أيضا يعني جولات عديدة قد تمت وهذه تعتبر الجولة السابعة برأيك كيف تنظر إلى العراقيل التي تضعها دائما الجماعة أمام الحكومة في الجولات السابقة هل ستظل على ما هي أم سنرى في هذه الجولة حل حل لبعض هذه العراقيل أساسا ننظر إلى ما يحدث الآن في سويسرة بعد تعنت الميليشيا الحوثية وقولها أن ملف الأسرة يدخل ضمن الملف السياسي وهو مؤجل إلى ما بعد فتح مطار صنعا ورفع القيود على ميناء الحديدة لكن حدثت في الفترة الأخيرة عدد من التجاذبات يعني من التحركات الدولية طار ولي العهد طار وزير الخارجية السعودي إلى لندن وموسكو وكشف اليوم عن محادثات في بكين وحدثت تقدم في ملف استقابة طهران لمطالب وكالة طاقة دولية في الملف النووي حدثت مجموعة من التطورات التي جاءت وبدون مقدمات على أن المحادثات كانت تسير في اتجاه آخر في اتجاه تمديد الهدنة والآن والحوثيين يرفضون أن يكون ملف الأسرة ضمن المداخل الإنسانية يرونه ضمن داخل السياسية وحصار تعزي رونه ضمن الملف العسكري الأمني وبالتالي حدثت هذه مفاجأة يعني برغم أنه معد لها من أول الشهر ومرتبة لكن هل يمكن أن تتحرك باتجاه تحقيق إنجاز على الأرض ويخرج الأسرة طبعا نتمنى ذلك نتمنى لأن أولئك المعذبين في غياهب السجون الحوثية يحترجون من نلفتة إنسانية وتحتاج أسرهم إلى أن تطمئن عليهم خصوصا في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشونها في السجون المعتقلات الحوثية هذا من جهة من جهة ثانية أنه ليس هناك فقط مجرد أسرى حرب هؤلاء معظم الذين وهم بالآلاف الذين هم في معتقلات التعذيب الوحشي الحوثية مختطفين ونساء وصحفيين ومحكوم عليهم بالإعدام ومخفيين قسرا لا يعرف أهلهم عنهم شيئا يعني في هذا وبالتالي فهي سلطة قمعية صادرت حق الإنسان في الحرية وثم صادرت منه بعد ذلك حقه في العدالة على العموم نتأمل ولا نتوقع الكثير نتأمل الكثير لكن لا نتوقعه نظرا لأن الحوثية تراهن بكل الملفات الإنسانية من أجل تحقيق مكاسب كما ذكرت أن هذا ملف إنساني هل تتوقع أنه يتم تجزئته كما حدث في العام 2020؟ نعم يعني هو لن يشمل كل الأسرى سوف يكون هناك صفقة محدودة إذا نجحت المفاوضات نظرا لأن الحوثية كما قلنا تناور في هذه الملفات الإنسانية وبالتالي تحقق فيها مكاسب كثيرة يعني تحقق من خلالها مكاسبها الخاصة وتجعل الملفات الإنسانية هي المدخل للإبقاء على سيطرتها المسلحة وسطوتها على الدولة والمجتمع والبقاء في مسار التجاذبات الإيرانية الدولية لأن كل التعقيدات التي وضعتها الميليشيا الحوثية منذ أكتوبر وحتى الآن مع استمرار الهدنة مع استمرار بقائها أو ما تحقق منها في الميناء والمطار كانت كلها بطلبات من إيران تدخلت فيها إيران وطلبت منها هذه لكي تنجز ملفاتها في الملف النووي وفي علاقاتها بالإقليم طيب هل تعتقد أن الآن مع توقعاتك بعدم حدوث الكثير ولكن نأمل ذلك هل معنى هذا أن الحكومة سوف تقدم تنازلات كثيرة مقابل تسهيل التفاوض بهذه الملف؟ أولا هو سوف تدخل الأزمة اليمنية مسار تفاوضي سري وعلني كبير جدا وإلى آخره قبل تسوية وذلك ما تقتضيه تسوية الملفات الإقليمية وخصوصا التطورات الراهنة التي ظهرت اليوم في الاتفاق بين طهران والرياض وبالتالي فإن الحكومة سوف تقدم تنازلات كبيرة جدا وهي دائما تقدم هذه التنازلات ولو باب إنساني باعتبارها مسؤولة من المجتمع الديولي أما الميليشيا الحوثية فهي مسؤولة أمام وكيلها أمام ممولها الرئيسي طهران وبالتالي فليست عليها تلك المسؤولية الملقاة المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية الملقاة على الحكومة المعترف بها دوليا وعليها التزامة تجاه القوانين والمواثيق والعهود الدولية يعني تتوقع أن تكون هذه الاتفاق السعودي الإيراني الأنفلي اليوم الذي حدث يكون له إنعكاسات في مسار التفاوض في ملف الأسرة نعم وسوف يؤثر كثيرا ربما يحدث هناك إنقاذ محدود في هذا الملف على سبيل أن بقية الملفات تتحرك باتجاه التسوية لأن تأثير سعودي الإيران لا توقف عند ملف الأسرة فقط وإنما شمول كامل الأزمة اليمنية وبمعنى أن ربما يكون هناك بشارة إذا أحسن الناس استغلالها سياسيا أن العمليات القتالية الكبرى توقفت في اليمن وإلى مدى طويل نعم السيد عبدالله أدهمشي المحلن السياسي أشكرك جزيلا شكرا على حضرك معنا في الأسرابية شكرا على حضرك معنا في القناة